شكراً سيد الرئيس، شكراً سيد نائب فعلاً موضوع تحسين شروط صحة والسلامة في قطاع الصناعة التقليدية هذا كذلك من المواضيع التي تحظى بأهمية داخل القطاع سواء خلال استراتيجية التي كانت 2007-2015 أو خلال كذلك البرامج التي نعتمدها اليوم لأن صحة وسلامة هذه الشريحة، التي هي شريحة مهمة في مجتمعنا مرتبطة اليوم بصحة وسلامة المواطنين خاصة قطاع الصناعة التقليدية الخدماتي صناعة التقليدية ذات البعد الخدماتي فصحة توفير شروط السلامة مرتبطة كذلك بسلامة المواطنين وصحتهم ومن هنا تكتسي هذه البرامج أهمية خاصة بالنسبة لنا في الوزارة وهنا نريد أن أكد لكم أنه كان وعي بهذا الأمر وتم تبلورة أو إعداد مجموعة من الدراسات دراسة مع كلية الطب في الدار البيضاء من أجل الوقوف على المخاطر والأمراض المهنية خاصة في حرف الصياغة والفخار والضباغة وكذلك اليوم هناك دراسة مع كلية الطب والصيدلة بفاس تتعلق بالقيام بفحص وتشخيص تسمم الذي يمكن أن يقع ناتج عن استعمال الصناع للمعادن التقيلة والناتج عن مزاولة حرف بعض حرف المرتبطة بالدباغة يعني في مدينة فاس إذن فالوعي بهذا الأمر موجود اليوم نشتغل كذلك على إنجاز أدلة ودلائل وعروض وبرامج من أجل زيادة في التحسيس بمخاطر ببعض المخاطر والأمراض التي يمكن أن تكون ناتجة عن تعرض الصناع والصانعات خاصة في بعض المجالات كيف ما قلت في النجارة والحيدادة والفخار والضباغة والأحجار الرخامية كذلك فهذا الأمر ولكن نريد أن أكد أنه المجهودة التي تبدل والوسائل الوقاية التي تتوزع مع ذلك نحتاج اليوم وسمحوا لي أن نقولها لكم بصراحة نحتاج إلى تقافة جديدة شكرا سيدة الوزيرة